وخلال المؤتمر الصحفي الذي جمع وزير الخارجية مع نظيره السعودي عدل الجبير على هامش فعاليات حوار البنامة قال الجبير انه يتم التعامل مع رؤيتين في الشرق الاوسط رؤية سعودية مستنيرة واخرى ايرانية ظلامية واكد الجبير ان المملكة العربية السعودية لديها علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة وهذا لن يتقير وعن ايران قال وزير الخارجية السعودي ان ايران اكبر دولة راعية للارهاب في العالم موضحا بانه تم تحجيم الدور الايراني في المنطقة مشددا في الوقت نفسه على ان هذا الدور سيتم تحجيمه بشكل اكبر في ظل استمرار التدخلات الايرانية بالمنطقة وخلال المؤتمر الصحفي قال الجبير ان مجلس التعاون الخليجي سيبقى المؤسسة الاهم لدول الخليج العربية